أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرأة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بدوفي في هذه الفقرة قربنا من نهاية فقرة كواليس المونديال ولكن الحقيقة مونديال رائع مونديال جميل جداً في حاجات كتيرة جداً 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 استفدناها من هذا المونديال قبل بس ما نتكلم في هذه الأمور خلوني أرحب بزميلنا الأعزاء الأحمد مجدي زكا بحميد زكا كابتن ورأي كله تمام عمد عبد الرحافظ زكا محمد زكا كابتن الحمد لله وكالعادة دائماً نطلع نشوف تقرير عن أهم ما حدث اليوم في مونديال قطر الحقيقة مونديال جميل مونديال رائع يا أحمد مبسوطين أن نحن بنتفرج ونحن عشنا ونتفرج على هذا المونديال أولاً بيقام على أراضي أحد الدول أو ملاعب أحد الدول العربية ثانياً بيقام أعتقد نسخة من النحل الفنية جيدة جداً طبعاً نسخة من أفضل النسخ ومن حيث الإثارة والتشويق وتقارب المستويات أعتقد أن دي أفضل نسخة ممكن أكون أنا وعيت عليها من ساعة لما بدأنا نتفرج على كرة قدم غير كده القصص اللي مليانا النسخة عمالها تفرزها قصص مختلفة قصة ليونيل ميسي دي بقت قصة فريدة قصة سعي ميسي للقب الأول في 2022 في آخر كاسعلم تقريباً في مسيرته قصة رونالدو الحزينة قصة عودة أنتوان جريزمان للضوء من جديد مع منتخب فرنسا قصة أوليفي جيرو قصة المغرب يا كابتن قصة السعودية قصة المنتخبات العربية اللي هم الوحيدين اللي كسبوا الأرجنتين وفرنسا لما طرفين المباراة النهائية فرنسا كسبتها تونس والأرجنتين كسبتها السعودية المنديال مليان قصص ومليان عبرات ومليان عزات ولوكا مودريش لوكا مودريش طبعاً كتير من محبي كورة القدم زعله أنه بيقضي آخر نسخة لي ومعرفش وصل لنهاية بس لو عايزين نطلع فعلاً جملة أو فائدة كبيرة من منديال قطر وأن المستويات بقت قريبة أرجوك أرجوك الناس اللي بتعمل على الرياضة أنها ما توسعهاش تاني أرجوك ما توسعهاش تاني بالسياسات الغلط أرجوك ما توسعهاش تاني لا أتكلم بصراحة أقول أنه نرجو أن يكون هناك تخطيط جيد من إدارة الكرة في مصر ليه يحصل بمنتهى السعادة شفت النهار ده المغرب بس بمنتهى الحزن افتكرت أنه ده المنتخب اللي احنا كسبناه في أمم أفريقيا من أشهر قليلة وده ما يسقهمش وده ما يعبناش بس ده بيقول أنه فيه ناس على الأقل لما استغلت نفوزها أو استغلت قوتها عرفت توظفه لمصلحة المنتخب الوطن أنا ما عليش أقولك حاجة تانية أو أقولك جملة تانية بما أنك بتتكلم في هذا الأمر فيه ناس اتضح أن هي بتحب بلدها بالضبط وعايزة تعمل حاجة لبلدها وبتدافع عن أندية بلدها ومش بتخبي جوابات أندية بلدها أنا كنت أتكلم على القصة دي لأنه بغض النظر عن كل ده كابتن هو مهما كانت سياساته مين أضر يعني أضر بيها إحنا تم الإدرار بينا مثلا في أحد الطرق ولكن ده واحد بيعمل لمصلحة بلده خليك أقف عليه بنفس القوة صحيح أقف بنفس القوة يعني مثلا هو كان ممكن جدا لو الجواب ده طلع أن المباراة دي تتلعب مباراة نهائي دور أبطال إفريقيا كانت تتلعب في بلد في مصر ونتغلب بالضبط عادي جدا ما كانش هيبق فيه يعني أنا أقصد أن أنت يديني حق الأخو وبعد كده نتكلم طب يا كابتن الدور بتاعت السنة اللي فات بتاعت المدربين اللي أفراز توليد الريكراكي اللي خليته بعدين 17 يوم 17 مدرب مغربي من أصل 24 صفر مدرب مصري من أصل 24 صفر مدرب لمدة 4 سنين قدام مددة 4 سنين قدام ده أنت مش هيدي قصة ده قصة رخص المدربين ده قصة كبيرة جدا وفتحت أنا الموضوع ده من شهرين أو من 3 شهور وردوا عليه وقالوا لي حنعمل وحنخلي وحنسوي أنا مستني الموهل إلغاية آخر الشهر ده لو ما حصلش إلغاية آخر الشهر ده أنت على الأقل على الأقل عشان تطلع مدرب مصري مع الفي برو مش أقل من 3 لا 5 سنين أعتقد ده أهم درس مستفاد من بالنسبة لنا نحن كمصريين في كاس عامل حاليا علي مهر علي مهر حيبضل قاعد في المدرجات كل وفيوتشر سنتين لو حيالعب ماسك فيوتشر سنتين فإحنا دروس الكتير يعني كاس العالم بالذات مع تقدم المغرب في الأدوار أعتقد أنه بيدينا كل جولة دروس أكتر لو خدها من بره طبعا خاصة حتة المدربين دي أعتقد أنها أكتر حاجة صعبة بنواجهها إحنا كمصر صحيح والنتيجة أن إحنا منتخب مصر حتى دلوقتي ما أعتقدش أنه فيه مدرب مصري في اعتقادي الشخصي يعني مؤهل أنه هو يكون مناسب للمنتخب يكلم بصراحة على فكرة ما عديش مشكلة ما أعتقدش أنه فيه مدرب مصري مناسب يمسك المنتخب مع التطورات اللي بتحصل دلوقتي في كرة الأفريقية أقول لك إيه في اتحاد كرة القدم ما فيش أقرب مني للناس اللي موجودة في الاتحاد معظمهم مش كلهم معظمهم الأستاذ جمال علام الأستاذ خالد درندلي أنا بتكلم بالأسماء أهو أستاذ عامر حسيد أستاذ محمد بركات أستاذ خيحازم إمام أستاذ إهاب الكومي يعني يمكن دينا الأستاذ دينا والأستاذ أبو الوافا هم يعني أصدقاء وكل حاجة لكن الباقي كلهم احنا عيشنا مع بعض أهو بس هام ما فيش يا كابتن يا كابتن إهاب جلال إهاب جلال قعد لعب منشين يعني وأعتقد إن إهاب جلال برضو مش محتاجين الكلام كتير على فكرة أنه هو من المدربين اللي عملوا اسم في السنين الأخيرة وما كانش محمي بأي درجة مش بدافع عنه قد ما بقول إنه بيئة العمل للمدرب المصري في المنتخب المصري قاسية جدا حتى بالمناسبة وليد الرجراجي مع المنتخب المغربي هو قال ده للصحفين قال يا جماعة أنتم كنتوا بتهجموني في عز ما كنا نحن بنستعد للكاس العلم وما كانش عندكم ثقة فيها ولا ثقة في اللعيبة فأعتقد إن وليد انتزع الثقة دي انتزاع بشكل صريح لكن صعب إن إحنا نقيس بقى على دول عربية أخرى يعني أنا مقدرش أقول إن الإنجاز اللي عملته المغرب بالتأهل لنص النهائي حتى مقدرش أقول إنه هو إنجاز مخطط لي بنسبة 100% هو فيه طبعا وصعب جدا على فكرة تكراره من المنتخبات العربية التانية ولو إنه لو هنرجع للنقطة اللي كان أحمد نتكلم عنها من شوية فكرة إنه تقارب المستوات أنا أعتقد إنه سببها بن قوي في البطولة دي لأنه ما كانش فيه فترة إعداد كافية للمنتخبات الأوروبية تحديدا منتخبات الكبيرة قبل البطولة إحنا كنا قبل أسبوع من بداية البطولة كان فيه جولة من الدوري الإيطالي أو الدوري الإنجليزي صحيح عشر تيام ولا حاجة ففكرة إن أنت ما يكونش عندك فترة للاستعباد بس الفكرة برضو هاي اللي أنت بتقوله ده ولكن الفكرة أيضا إن أنت طالما وصلت إنه أخد بقى من أحمد النقطة دي ما تحاولش يتوسعها تاني طالما أنت وصلت لنقطة الفرق كان عشرة بقى خمسة مثلا بقى خمسة لأي سبب خليك على الخمسة ما تخلهمش عشرة ولا خمسة عشرة بس ده لازم تكون في الحالة دي لازم تكون إحنا كلنا يعني كمنظومة كرة في مصر قادرين نطلع الدروس صحة من التجربة المغربية إلا على رأسها مثلا بعيدا عن وليد المدرب اللعيبة النهاردة حكيمي ومزراوي ده أمثلة بسيطة واحد بيلعب في باريس واحد بيلعب في باين يعني النهاردة مزراوي هاي اللي نازل ناشئ برشلونة الزلزولي اللي عمل في فرق أزعلش مني برده بلعبوش متصوات جديدة بص على الجانب الآخر أنت عندك واحد بيلعب في ليفر بول واحد بيلعب في الأرسنل واحد بيلعب في نادي كبير في تركيا في مصر صحي كابتن بس اختخيل أنه كاسل محمد في يوم في فرنسا نانت سوري فرنسا ترزيجي في ترابزون عندك ترزيجي ترابزون التركي عندك مصطفى مرموش بس في نجوم طلعت في بطولة أفريقيا اللي فاتت في منتخب مصر كانت متقلقة بدرجة تسمح لها أنها تطلع أوروبا ما طلعتش موضوع صعب جدا لأنه اللاعب نفسه اللاعب نفسه اللاعب هو دي المشكلة في بعض الأحيان ثقافة اللي يستحمل هل فيها راس حربة زي عمر زاكي مثلا راس حربة موديل لك أو لاي راس حربة ده مفيش يعني في وقتها يعني اللي بتكلمها بالوقت اللي راح جاب عشر تجوان في أربع ماتشات ولا في خمس ماتشات ومعدين ما يكملش بعدين ما يكملش عشان عشان العقلية عشان عقليته في الوقت ده ما كانتش تسمح لي أنه هو يكمل وانا بقولها هوب منتهى الصراح نقطة العقلية مهمة جدا نقطة عشان كده لما محمد بيقول محمد صراح ويتكلم على المنتالي فما يقولك المنتالي ناس بتتحك ناس ما تعرفش أنه ده الأساس طبعا ده الأساس في كل شيء وجهة نظر أنه ده الأساس في كل شيء خلينا ما نتفرعش لأنه الحقيقة الكلام في الحاجات دي سواء في الرخص التدريب أنا فتحت الموضوع ده يا أحمد من شهر ونصف شهرين ثلاث يام وربعات والناس كانت متخيلة أن أنا بطلع موضوعه وخلاص خالص أنا بساعد زملائي المدربين أو بحاول أن أنا بساعد زملائي المدربين وحتى هذه اللحظة لم يحدث شيء وتقال إن لغاية آخر السنة وان شاء الله هنعمل دورات وحنخلي وحنساوي ما نشوف ننتظر لغاية نهاية السنة خلاص فضلها أسبوعين ثلاثة ونشوف ساعتها إيه اللي ممكن يحصل خلونا بس نستعرض نتائج دور ربع النهائي المنديال ونتكلم طبعا أو حنبدأ طبعا بالكلام عن مباراة المغرب وفرنسا ومباراة الحقيقة أنا كنت متوقع أن يظهر المغرب بشكل أقل خلي بالك أقل من هذا المستوى بصراحة يعني أنا شفت أن المغرب لعب بشكل رائع جدا طوال هذه وجهة نظري طوال هذه المباراة أرجنتين وكروه طبعا تهد سفر فرنسا والمغرب اتنسف المغرب أنا كنت متخيل مع الإجهاد الكبير جدا ومع نشوة الفرحة والجمهور اللي حيبقى المالي والعالم كله بيتكلم عن أسطورة المغرب وما يحدث في المغرب كنت متخيل مما هيظهروا بشكل أقل من اللي ظهروا به وهنا واضح جدا 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 فرق المنتالي تفكير وجهة نظري برضو المتفق معك طبعا يا كابتن وخلينا أقول لك يا كابتن أنه في جزء بغض النظر عن أنه ما ينفعش نلوم الرجراجي في أي شيء خلاص ده مستوى تاني من كرة القدم مستوى تاني من كرة القدم دلوقتي وليد الرجراجي والمغرب إحنا دلوقتي ممكن نلوم على حاجة كممكن تحصل في نص نهائي كسعالم فأنا نتكلم في أحلام يعني فهو أنا متخالي البدال المتحفزة بتلاتة خمسة اثنين أو بخمسة ثلاثة اثنين أنه يلعب بتلاتة أقلوب دفاع خصوصا في وجود رومان سايز بيعني من إصابة أو بيشتاكي من أنه بيتحمل عليها أنا متخلن أنه كان فيه مخاطر كبير أنت المكان الوحيد اللي تقدر فعلا تجبر فرنسا أنه هي تنقض لك خط النص تشواميني ووفوفانا أو ربيو أو جندوزي أو أي حد دي نقطة قوة عند المغرب ومش يعني مش أقدر ما أقدرش أسميها نقطة ضعف عند فرنسا بس أقدر أقول أنه ده من أضعف خط الفرنسا مش كانت مش كانت مش درقبة مش سوري مش بجبة فأنت نقلت الرهان بدري كابتن وليد دركراك نقل الرهان بدري على الدفاع على الدفاع فنلعب بخمسة وابدأ بحكيمة ومزرعة ومتحفزين جدا الضريبة دفعة بسرعة في الدياربعة يعني الضريبة السحبة بتاع الجريزمان سيستصاب فيها سيستطلع الملعب بس مش مقصودش بس بس أظن أنت في الدقيقة أربعة ودقيقة خمسة الطريقة أنت ترجع بشكلك السطح العادي أربعة في الدفاع وثلاثة في خط النص اللي هم أملاح وقناحي ومرابط وتبدأ بخط الهجوم بتاعك عادي والمغرب من هنا بدأ لأنه ما عندوش حاجة يبكي عليها وبدأ فعلا يزرق قوته ما اكتسحش فرنسا هجومية لأنه ده صعب وما حدش يقدر يعمل ده مع أنه حصل مع بداية تشوت تاني مع أنه حصل مع بداية تشوت تاني بمنتهى الحدة عشر ده ربع ساعة الضبط أنا كنت متخيل أن الفرنسا ما بدنيت شرطات أو حاجة بس وأنا بقول لك عشان كده أنا بقول لك وأنا قاعد بتفرج أنا يعني يعني كنت متخيل أن المغرب حيبقى أقل من كده لا 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 وبرافو عليهم جدا يعني الضبط أن الوجود على نصة التتويج بالماديلية البرونزية إنجاز لابد يتحقق دلوقتي يعني ضروري الحالة دي لأنه إحنا لما يبقى المنتخب بيعتمد يا كابتن على الروح المعنوية وعلى المشاعر وعلى العاطفة بيتيجي كسرة زي دية تخلي الملش الثالث والرابع عنده مشكلة زي ما حصل معها مثلا مع البرازيل في 2014 بعد ما يخسر سبع من ألمانيا رجع يخسر من هولندا تلاتة لأن النفسية والحالة المعنوية ما كانتش أفضل شي أتمنى المغرب ما يعملش ده وأتمنى فعلا أن أشوف المغرب تالت العالم الحتة دي المغرب يعني من أول دوره التمانية بيلعبه هو بطل عالم يعني هو مفروض أنه هو ما يكونش يعني عنده أي إحساس بالضغط الزيادة يعني حتى النهار ده المفروض أن المغرب ما عندهش أي مشكلة على فكرة هو ده لنا فجأت بي بطولته العالم خلاص بطولته الخاصة يعني هو بطل العالم الآخر يعني باقي العالم لو اتفرضنا أن فيه تصنيف للمنتخبات يعني المشهد اللي في نهاية النهار ده معبر جدا عن العقلية اللي اتكلم عنها ياسين بونو في المؤتمرات الصحفية قبل كده لما قال إحنا منتخب ما عندناش أي وقد نقص ما عندناش مشكلة مش هنبص لأي حد منلعبه على أنه حسن مننا احنا منلعب راس براس وند بالند مشهد حزن لعيبة المغرب بعد الخسارة النهار ده ده في رسالة لأنه أنا خسران وانا زعلان وانا خسران سمي فينال كاس عالم ضد بطل عالم فدي دي تورينا قد إيه منتخب المغرب أو دي تفسر ليه منتخب المغرب وصل للدور ده وعد مجموعة صعبة يعني من الأول مرحلة احنا بنتكلم على أنه فريق يعني بالمناسبة الفرقين اللي وصلين فينال النهار ده ماشيين مشوار أضعف من مشوار المغرب لو احنا راجعنا للمقصات هلاقي المغرب معدية مجموعة حديدية فيها كواتي وبلجيكا وكندا هتتكرر المباراة تانية ومعدية أسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية والنهار ده بتلاعب فرنسا مين تاقي كان ناقص لعب المغرب غير أرجنتين والبرزي مش فاضل حد تاني صحيح فالمغرب ماشي مشوار صعب ومع ذلك اللعيبة كانت قد المسؤولية النهار ده اعتقد ان القرار اللعب بخمسة وراء اعتقد حسيته ان القرار مش وليد قد ما هو رومان سايس لانه هو قائد الدفاع ففكرة ان رومان يكون عنده رغبة انه يشارك او ادى الضوء الاخضر للمدرب اعتقد انه هو وليد تمسك بالامل ده بانه فكرة انت بتلعب سيمين فينال كاس علم وانا بحس ان وليد ما عندوش حدود للطموح يعني ده اللي نقلهولي اللي نقلهولينا كلنا في الماتشاط اللي فاتت رجراجي كان واضح انه بيدخل كل الماتشاط وهو واضح انه كان بيقول اللعيبة في غرف اللاعبين جوه احنا نقدر نكسب عكس كل ما الناس كانت بتقول كفاية يا جماعة انتم عملتوا اللي عليكم حتى لو خسرتوا ما فيش مشكلة اعتقد الرسالة اللي كان بيبلغها للعيبة كانت رسالة مختلفة تماما ولعيبة المغرب النهاردة كانت بتلعب فعلا وهي مش مستغربة او مش مستصعبة الماتش ففكرة انهم كانوا زعلانين بعد الماتش انا شايف انها هي مسج هيلة بتقول ليه المغرب وصلت للدور ده وفي المجمل هي نسخة تاريخية بغض نظر اعترافنا بانه يعني قصر فترة استعدادات المنتخبات الكبيرة ساعدت انه تحصل مفاجآت زي اليابان وزي السعودية وزي تونس وزي المغرب حتى اذا اعتبرناها بس في المجمل المنتخب المغربي انا شايف ان هو منتخب اكتر منتخب عربي عنده السمة الاوروبية وانا اعتقدش ان هو يصنف افريقي قد ما هو بيصنف اوروبي من كتر ما اللعيبة للمغربة بيلعبه في الدوريات الاوروبية ثقافيا حتى المنتخب عقليات اللعيبة حسنا كنت اتكلم عن عقليات لعيبة المتخب مصر لعيبة العقلية اوروبية والمدرب مولود في باريس وليد رجناجي ومع الجنسية الفرنسية والجنسية المغربية ثلاثة اربعة لعيبة المتخب المغربي مولودين باري المغرب فده يسهل كتير قوي على على استيعاب ليه المغرب وصل للنقطة دي تمام لكن في نفس الوقت الحقيقة على رغم من الاداء الرائع وكل هذه الامور ولكن في النهاية استطعت الخبرة والقوة التقليدية ان تتغلب على كل شيء ارجنتين وفرط في النهاية تتغلب على شيء في الوصول للنهاية ولكنها ما تغلبتش على المنظور العام ان الكرة اختلفت ان الفرق اللي كانت عودت العالم انها مش هتواجه القوة التقليدية اثبتت بكل الطرق انها تقدر تتواجه القوة التقليدية دلوقتي في العالم فحنا بلق يعني حتى وجود كرواتيا حتى يعني كرواتيا المنتخب اللي مبني بشكل مزبوط خلال السنوات العشر الأخيرة وكده حتى وجود كرواتيا في النص خديف نص النهائي بيدي رسالة لكل القوة التقليدية في أوروبا انه عادي حتى لو مش هقدر أجريك انا هقدر أصعب عليك الدنيا لدرجة ان انا هوصل معك لضربات الجزاء ونرجع تاني للنمط ده في كرة القدم اللي وجود لعبة مهارية مثلا من أول رونالدينيو ميسي كريستيان رونالدو كاكا زيدان بعد قبلهم كل اللعبة دي اتحسنها زودت الفجوة قوي في فترة من الفترات بالمنتخبات الكبيرة والمنتخبات القدم لأنهم كلهم كانوا تقريبا في جيل واحد تقريبا يعني كلهم كانوا في منتخبات كبيرة كلهم كانوا في منتخبات كبيرة وقدرين انه هم يعني يعني ما فيش حد مثلا زي راين جيجزي مثلا اللي هو بيلعب في ويلز فما تحسش بفارق أول مع المنتخب لا كل النجوم اللي ظهرت في الفترة دي فأخر 15 سنة كانوا في منتخبات كبيرة وعرفوا يخلقوا الفارق وكانت لعبة دولية بدرجة كبيرة. فالرسالة دي قضمنيا وصلت ولكن اتفق مع حضرتك انه في النهاية النهاي ده بحس ان من اول نص النهاي الاحكام بتختلف تماما يعني انه تمام فرنسا ما عنداش مشكلة خالص انه هتستقبل اللعب النهاردة من المغرب طول التسعين ديات تقريبا او طول اوقات كتيرة من التسعين ديات بس هتكسب مش بس مش بتدفع فقط لا اهو لما انبابي خلص الجون التاني ده التخليص والطرئيس والكلام ده هو بيستغل قدراته بس هو مش عايز يعمل لك ده طول الماتش مش هعمل ده طول الماتش لانه هو بيفكر انه هي واحدة او اتنين كفاية النهاردة واحدة او اتنين كفاية وده مفرش ايستهتر بالمغرب انه هي دور تكتيكي بس اول لما هتحرر انه عرف اخلق كرة زي كرة الهدف التاني دي مسلا انا حاسس انه دي تستحق سؤال انه هل طبيعي ان منتخب فرنسا بالامكانيات الموجودة في دي يقدم المستوى ده من الكرة هل طبيعي ان منتخب فرنسا بهذه الاسماء يعني لما يكون عنده جريزمان بيلعب بادوار مركبة في الدفاع والهجوم ونهاردة بيلعب قلب الدفاع في بعض اللقطات عندهم بابي على الشمال عنده ديمبل اللي هو ناس بتعتبره من اللعيبة القليلة في منتخب فرنسا في حين انه هو العيب عالي جدا عنده جيروء قدام وكريم غايب كريم بنزيمة كل الاسماء دي هل ينفع فرنسا بكل الاسماء دي تستقبل لعبة ضد المغرب وتلعب في منطققها وما يبقاش عندها حلوس انها تيمس الكرة هل ده طبيعي كل اللي اتكلمت عليهم حضرتك مين بيلعبوا ايه يعني سواء امبابي او جيرو او ديمبيلي او جريزمان اجنحة يعني مش اه بيلعبوا هجوم يهاجموا بس اول اما الكرة تتقطع بس ما اتكلم على استراتيجية الفريق ككل اعتقد ده استراتيجية دي شامب حتى حتى في كاس العالم الفات اه حتى في كاس العالم الفات بنتكلم على بطولة كاس العالم دلوقتي وبنتكلم على المستويات كاس العالم احمد كان بيتكلم من دقايق على فكرة انه ان كل المنتخبات عندها دلوقتي فرصة طبيعي ان كل المنتخبات يبع عندها فرصة مع زي ما قلتم شوية فترة استعدادات قليلة ولعب تجاري جدا انا بشايف منتخب فرنسا بلعب لعب تجاري بشكل يعني مبالغ فيه النهاردة اللعيبة بتقدم اداء اعلى من داب كتير في دوري ابطال اوروبا في الدوريات المحلية النهاردة دي 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 شامب غير خطة بيوصل نهائي بيعتمد على الفرديات بشكل مبالغ فيه جدا النهاردة الارجنتين مبارح ماسي انا حسس ان اللعيبة بتلعب عشان ماسي او دا السؤال انا سألت لكنه ما فيش خطة يعني كثير من ضيوفي يعني الفترة اللي فاتت انا كنت متخيل ويمكن سألتوا لحضراتكو قبل كده انه هل احنا في اتجاه كرة القدم العالمية الجماعية يعني قبل مباراة قبل ما نتكلم عن الارجنتين وفرنسا في النهائي سألت هذا السؤال ليه لانه كانت انا كنت بشوف ان الكرة الجماعية الجماعية في العالم كله من خلال كاس العالم دا بيتم اثبات ان هي اللي ماشية دلوقتي العكس تماما فردية ليه لانه الارجنتين زي ما حضرت اقولت فردية جدا الفرنسا فردية جدا حتى في المباراة او في المباراتين اللي كان ممكن كان ممكن المغرب بتلعب بطريقة جماعية وكرواتيا بتلعب ايضا بطريقة جماعية مع احترامنا الكبير اللي طبعا لو كان مودريتشا واحد من المحبينه جدا يعني ولكن كنت بشوف ان الكرواتيا اهم حاجة فيها الجماعية زي المغرب ايو لا ان الكرواتيا مثلا نجومية مودريتش مش كونه بس دلوقتي هو بيعمل ايه الكرة في رجله نجومية مودريتش اساسها الفرق بتعرف تعمل ايه مودريتش في الملعب الله ينقر عليك مودريتش في الملعب بيضمن ان كل الناس ماشية كويس حتى لو ملمسش الكورة بس هو مثلا بتحرك بسيط يرجع لل 18 بتاعت كرواتيا ممكن يخلق هجمة مرتدة زي هجمة الجون التاني بتاعت البرازيل كل ده لانا ما تعطلتش عندي وانا لو لعب نص ملعب مهتم ان الكورة تيجي عندي اقوم معطلها ممكن ابوز هجمة مع ان انا اهم العائيب وكذا وكذا ولكن في القطة الجون الاول بتاع بتكوفيتش في البرازيل اللي اتعدل بيها كل اللي حصل ان مودريتش تخفض ضغط عن ملعب كله بالعوضة المنطقة الجزاء فدي دمش الموضوع انا شايف ان النظرية بتاعت الجامعية والفردية كابتن ان احنا في نهاية حقبة انا شايف ان احنا في نهاية حقبة كورة القدم اتجهت فيها للفردية بشكل صارخ لأ ولو انا سألتك هو استسهال اه المنتخبات انا فاعتقادي بلعبه فيه لعب فيه استسهال وصول فرنسا والارجنتين في النسخة دي للنهائي انا شايف ان هو على قد ما كان فيه مفاجآت في البطولة بس شايف ان هو بيعكس صورة مش كويسة عن كرة المنتخبات طيب هنكمل كلامنا في هذا الامر واكد خلينا نطلع شنشوف برضو سجل ابطال العالم على مدار التاريخ ونرجع نكمل دول كل الابطال واللي موجودين في كاس العالم من سنة 1930 وحتى الان ده النقاش اللي انا كنت عايزة تناقش مع حضراتكو فيه ما بين الكرة القدم الجماعية يعني احنا في 18 في 2018 في كاس العالم او دايما خلال كل كاس عالم كنا بنلاقي اتنين تلاتة بيسعدوا بتكون عليهم كرة القدم العالمية او بتقام عليهم كرة القدم العالمية او على كتافهم يعني قبل كده كان فيه رونالدو وميسي وقبل كام بيكم وزيدان وكذا بعد كده كان فيه كذا وكذا وكذا لما وصلنا السنة دي هل حضراتكو شايفين اسماء من الممكن ابدأ بك يا محمد من الممكن ان احنا نقول انهم كرة القدم العالمية خلال الفترة الي جاية ستعتمد على هذه الاسماء مفيش غير الاسماء التقليدية اللي هي معروفة من قبل كاس العالم هيبطلوا رونالدو وميسي لوما طبعا رونالدو وميسي قط بيبطلوا. لكن الاسماء المفترض ان هم يعني اللي هيكونوا نجوم الكرة العالمية بعد آآ بعديهم هي الاسماء التقلة دي اللي موجودة على الساحة اللي على رأسها طبعا مبابي اللي هو هيلعب نهائي كاس العالم خلاص. وآآ هالند اللي هو مش موجود في كاس العالم فلنتخب محمد صلاح ما نقدرش نستبعده من من المجموعة دي. طبعا. احد اهم النجوم. في الكرة العالمية في الفترة دي. يعني ما فيه نجوم صعيدة زي بيلنجهام مثلا لعب وسط دورتموند. اسم مهم جدا هيبقى مطروح ان هو بيلنجهام اللي هو يخش شوية الانتقالات بالزرط. مقلبا هيروح نادي انجليزي قريب. بيدري آآ لعب وسط برشلونة منتخب اسبانيا. جافي برضو منتخب اسبانيا في برشلونة. آآ دي ابرز الاسماء يعني ما لفتش نظرنا حد. جريزمان مثلا ما قدرش اعتبره. نا. ما بيعيد احياء مسير دورس بشكل بطولة. عربي بطل. هو اتكلم محمد اتكلم عن بيلنجهام. اتكلم عن جافي. اتكلم عن بيدري. هذا السلاسي تستطيع ان تقارنه برونالدو وميسي واي اسم اخر. لا لا طبعا. ولا حتى خمسين في المية من هذه. يعني ما يجوش. ما يوصلوش لعشرين ولا تلاتين في المية من ميسي ورونالدو. بالضبط. هو العنصرين فعلا الفرديين الواحدين في العالم اللي يقدروا دلوقت ان هما تبني عليه هم فعلا للمستقبل هم مامبا بيو الاند. يعني هما مامبا بيو الاند اللي عندهم الجانب توفري. يعني الليなので احركت. يعني الي مسي بيو بيدي احنا دلوقتي نتكلم على عشر جمال فستحة لعالم. عم تاثن وعام تلاتة وعشرين سنة. عشرة جمل فستحة لعالم. تسعة تجوين. تسعة مع تؤسب. تسعة هو فستحة لعالم وعام تلاتة وعشرين سنة. واخد كاس عالم في الخس success العالم في في عشرين اتنين وعشرين. وعنده تلاتة وعشرين سنة. واحد من اهم الجمل المنتخب. فمبابيم اللي عنده الجانب ده. لانه تخفف من ضغط كاس العالم بدري. دي برضو نقطة مهمة. ان ميسيو خد كاس العالم وصغير. زي ما رونالدينيو حصلت في مسيرته مثلا في الفين واثنين. انه خد كاس العالم صغير. فبقت كل حاجة تانية ينفع يجربها. لحد ما ده اثر على مسيرته بالسلب في الفين وسبع الفين وثمانية. وانها مسيرة واحد من اهم المواهب في تاريخ الليه بقى اللي هو رونالدين بالعودة لنقطة المواهب. مفيش حد. انا بطفل محردك. مفيش حد اللي هو يجي لدول. بس ده من لهوش دعوة. ممكن بشكل الكورة قوي قدم له دعوة. مدى استوريت ميسيو رونالدو. ميسيو رونالدو عمله شيء ما حصلش في تاريخ كورة القدم من سنة 1863. احنا بنتكلم على خمستاشر سنة. فعلا لأول مرة اتنين يتشاركوا منصات التتويج. في كل شيء. في الحدة دي. رقميا فرديا جماعيا. ويبقى فعلا كله عارف ان اهم نجميل فردين المدة. دي. انا حتى اصرع بليه مرادونا ما واكبوش بعد. بليه ما عادش المدة دي اول على مستوى العالم بدون منازع. ظهر الفريدود استفانو. ظهر بوشكش. ظهرت نجوم زي كده. مرادونا. الفيك بتاعه كان ستة او سبع سنين. رونالدو تلاتة اربع سنين. رونالدو تلاتة اربع خمس سنين. كاكا سنتين تلاتة. لكن ميسيو رونالدو الاستدامة دي. هي اللي فعلا مبروز الموضوع. فاحنا ممكن نقول ان في حقبة بتنتهي باعتزال الات اتنين دول. ولكن كرة القدم بتعود رياضة طبيعية. بدون خوارق كتير. بدون خوارق كتير. لان ميسي رونالدو فعلا كانوا فرقين. امبابي يظل في الاسطوري بس طبيعي. يعني عارف يعني هو اسطوري اه. مش رجل من الفضاء. يعني مش شيء خارق للعادة. لان دول تحدوا اجسامهم. تحدوا كل حاجة. تحدوا كل شيء. تحدوا في بعض الاحيان كل واحد منهم تحدى جمهوره. ميسي تحدى جمهور برشونة في وقت من الاوامل. صحيح. ميسي رونالدو تحدى جمه تحدى جمهور البرتغال كاملا. بالضبط. ميسي يا كابتن في 2022 كان معا يعني عايز اقولك واقف ضد مش ضد برضو يعني ضغوطات جماهير الارجنتين. ضغوطات اكتر من 40 مليون ارجنتيني. على راسه من سنة 2007. صحيح. من سنة 2007 من لما كان شاب عنده 21 سنة بيقولوله يا ماردونا يا ماردونا 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 ماردونا. كل الضغط الفضيع ده. الناس دي عرف التواجه المدة طويلة. وعرفوا يحافظوا على اجسامهم. وعرفوا يحافظوا على اجسامهم. وعرفوا زهنهم. وعرفوا يواصبوا على استمراريتهم. فهم دول اللي عملوا الطفرة اللي احنا شايفين ان كرة القدم تشكلت على اساسها. لا هم الاستثناء. ومن بعدها حنعاني جامد جدا. بما اننا بنتكلم عن ميسي. خلينا نطلع نشوف ارقام مهمة جدا تنتظر ميسي في كاس العالم. الحقيقة ميسي استعاق كل تحية وكل حاجة حلوة. الحقيقة يعني انا مش عارف الحقيقة نفسي مين اللي يكسب في نهاية كاس العالم. ولكن نفسي في الثالث ورابع على رغم من حب الشديد للوكا مودريتش. ومن اكتر الناس اللي بحبها وباحترمها وبا يعني بعشاؤه. لان انا كمان لما سافرت بلته في مدريد كان جميل جدا في حاجات كتيرة جدا لكن اتمنى طبعا المنتخب المغربي هو اللي ياخد وهو فنيا كمان ممكن جدا جدا جدا. وتبقى قفلة حلوة للمشاركة المغربية اللي انت ممكن توصل. قفلة حلوة ايه ده قفلة حلوة اوي. حلوة اوي. اه ده الاربعين بدل مدر. لا الاربعين ده الاربعين ده الاربعين ده الاول والتاني. التاني تلاتين. اه اه. الت تالت سبع وعشرين والرابع خمسة وعشرين. اه. اه. مليون دولار. اه. حاجة حلوة جدا. وتاني مشاركتك التاريخية بمركز تالت وتاخد مدالية برونزية في كاس العلم. ربعا. دي حاجة ولا في الاحلام. واعتقد الواحد بتفرج على برضو ارقام ليونيل ميسي بيلاقيها راحة في منطقة لوحده برضو الرجل ده. خمستاشر فرصة. الحاجة العامل خمستاشر فرصة. اكتر واحد عامل صحيحة. خمستاشر محاولة صحيحة. والاكتر في البطولة سبع عشرين. يعني انا انا بشوف ميسي بغض نظر عن اداءه حتى في البطولة دي. هو عامل اداء هايل جدا. هو تصعودي. بس في حاجة حصلة في الارجنتين. انا بحس لعبت الارجنتين بتلعب عشانه. مش بس بتلعب عشان الارجنتين. انا قلت برضو الكلام ده مبارح. لعبت تلعب عشانه هو. ان في ناس كتيرة جدا. الموضة طبيعية على فكرة. يعني لما تيجي تبص على جيل منتخب مصر ايام ابو تريكا. وانتا كانت ناس بتلعب عشان ابو تريكا. لو تفتكر. في الاهلي كان نفس الكلام. ان لما ابو تريكا عشان يبقى. لما جاي بطل. كاس مصر كان نهائي كاس مصر. دورة ابطال افريكا. دورة ابطال افريكا. او كده. الناس اللعيبة نفسهم لما جيت تسألهم. او تلعب عشان. بتقولهم. ايه اللي بيحصل. ما تيجي تسأل وليد سليمان مثلا. من هذه الحقبة من هذا الجيل. قال. قال لك. احنا كنت نعم كده عشان ابو تريكا. يبطل وهو مبسوط. فده الطبيعي بالمناسبة. اللي هو انت بتدي بيبقى عندك واحد هو القائد او هو الملهم. فانت عايز تخليه بطل بشكل كويس. فبتعمل كل حاجة بلدك طبعا. بعد كده يدرقل. بس انا حاسس. اتفضل. لا لا تفضل. انا حاسس انه الارجنتين يعني كل الضغوط اللي كانت على ميسي قبل كده. اولا هي قلت جدا بعد الفوز بكوبة امريكا النصحة الاخيرة. صحيح. كان ميسي حقش اي لقب مع الارجنتين. لكن مش عايزين ننسى انه وصل الارجنتين لخمس نهائيات. وصلهم لنهائيين كاس عالم وثلاثة فاينال كوبة امريكا. مع الجيل ده الارجنتيني. مشوف ده انجاز مهم الميسي. حتى برغم انه كلمة انجاز لما تيجي جنب ميسي حجمها بيقل. بيقل جدا. انما قيادته للارجنتين في البطولة دي انا شايف انه هو استثنائي. اللعيبة زي ما قلت بتلعب مش بس عشان فريق. هي بتلعب كمان علشانه. فاعتقد انه تتويجه بالبطولة او عدم تتويجه مش هيفرق كتير مع الارجنتين دلوقتي. لانه هو وحتى كذا حد ألهله. اعتقد انبارح فيه مراسلة ارجنتينية كمان اتكلمت معك حاكم شخصي. قالت له احنا مش فارق معنا ان انت تجيبي كاس وانا لا احنا خلاص بقينا. يعني انت اهم حاجة في حياتنا وسعداء باللي انت قدمته لنا. فاعتقد ان فيه حمل كبير بينزل عن ميسي مع الوقت. مع طبعا الاعتراف انه هدف الفوس بكاس العالم ده حلم. طبعا. اعتقد انه اكبر حلم عند ميسي. اكبر حتى من نجاحاته الجماعية مع برشلونة وحتى انجازاته الفردية. اعتقد انه في اللحظة دي هو بيع ايش اهم ثلاثة اربع ايام في مسارته يعني. حقيقة لانها بتنتهي. او بتقرب تنتهي. طبعا. مش عشان بس بتقرب تنتهي. بس علشان كل الضغوطات اللي حكم عنها محمد دلوقتي. لانه ميسي الضغوطات وصلت لناحية. يعني عارف لو اي جنسية تاني غير انه ارجنتيني. الارجنتين هستيريا كرة القدم. وتأثير دي جو مارادونا. عامل يعني ستة وتلاتين سنة مرت على التاريخ ده. ولسه الناس بالنسبة لها مارادونا بالإفكت اللي عمله في ستة وتم ده اهم شيء حصل في تاريخ البلد دي. فلما كل الهستيريا دي بتكتاح البلد زي الارجنتين. وكل ده ينزل على اكتافك. وبين خسين ميسي الجديد بتاع الفين اتنين وعشرين ده. لانه عنده حاجات جديدة بيعمله. ميسي بقى شارس جدا كقائد. ميسي بقى شارس جدا بعد المباراة. ميسي بقى شارس جدا في كل اللي حصل في ماتشو هولندا ده. الارجنتينيس تقبلوا بغض نظر ايه شكله او في حواب النحة الاخلاقية من يتفق ان ميسي يروح لف زمان. الناس كنت عايزة تشوف ميسي بالشراسة دي برا الملعب وجوه الملعب من زمان. افتكر في في الفين وطمانتاشر والارجنتين بتخرج من فرنسا. مشهد. ماشي ميسي. والفرقة مغلوبة اربعة اتنين. وهو بيتماشى في الملعب. بغض النظر هو بيعمل ده الايه تاكتك ولا غير تاكتك. بس المشهد ده مستهجا عند شعب زي الارجنتين. انا عايز واحد زي ماردونا يتمرمغ في الطين. يطلع كل لبس وحل. يطلع. هو ده ايه ده الف بطل القومي. بطل القومي في الارجنتين. هو بالنسبة لهم ميسي كان نقصوا الكلام ده. فميسي ممكن دلوقتي مثلا في ماتش استراليا كانت استراليا في دورة 16 ما قفلة على الارجنتين كل حاجة وبتلعب بشكل افضل لحد ما ارز فكورة وضغط على المدافع وخدها اوت. الاوت راح كورنر بدأ الكورنر ونهجون. هي ده المشاهد الايكونية اللي عمر ما الارجنتين بينسوها. هو ده اللي مخلي البطولة دي جديدة عند ميسي. هل سؤال يعني استباقش وهي هل لو ميسي كسب البطول دي هل هينهي فكرة المقارنة اللي كانت مستمرة بينهم وبين ماردونا. استحالها. لا هو مش هينها بس خلاص هو الان المقارنة دي عند الارجنتينيين بقى لها وجه. ماردونا حتى وقتنا هذا عند كتير من الارجنتينيين عند اقطاع كبير من الشعب الارجنتيني ليس له بديل ليس له شبيه. ولكن دلوقتي تقدر تقول ان انا الهداف التاريخي للارجنتين اكتر واحد عمل اسستاته جنف كاس العالم وعملت زيه كاس العالم ده. مش هتبتلكوا الناس وزاعت الناس واتخنقت مع الناس بحاجة ت في الحتة دي بحس انه طبعا الارقام مهمة يعني هو لو فاز بكاس العالم هيبقى عمل زي ماردونا تقريبا. بغض النظر عن موضوع ان ماردونا كسب الدوري الايطاني مع فين اضعيفة زي نابولي وعمل لها تاريخ نابولي في ماردونا. اه بالضبط. بس هو ماردونا انا بحس ان يعني دون التقليل من ميسي لان انا عارف شعبية ميسي كبيرة وانا كمان بحب ميسي. بس بحس ان حياة ماردونا كانت فيها دراما اكتر. ده العامل حتى بابعاتها السياس فكرة انه هو كان بيدعم دول مية وبعدين رجعي بعد كده الاول كان مثلا ميال لامريكا بعد ما كبر شوية بقى مصاحب كاسترو في كوبا وبدأ يبقى صديق للرؤساء الاشتراكين في امريكا الجنوبية. حياته كلها دراما وبعدين فكرة الالاقة بالمافيا وبعد كده الادمان. كل ده عمل لمردونا يعني قصة مختلفة. قد تكون. ونخلي ميسي يعني ارقام. الرجل الطائعية فكرة الولد الطيب او الولد الخلوق. لا مش هاتي. مش لايق اوي مع امريكا الجنوبية. هو طلع العرق اللاتيني. اه هو طلع الحتة اللاتيني. هو ما كانش مجبر من يعمل ده دايما وانا 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 مقدر جدا الضغطات اللي عليه. ولكن دي حتة انا لازم افهم الشعب ده عايزي. لازم. مش انا انا بنشد البطولة القومية او بنتقد احيانا او باخد قرارات صارمة زي اللي اعتزال مثلا اللي اخده في 2016 بعد ما خسر كوبا امريكا المرة التانية على التوالي. مدام انا فاهم نفسية الشعب د مدام انا قررت ان انا اكون البطل سواء بموهبتي سواء بالطفرة اللي ربنا خلاها فيها كواحد موهوب ممكن يكون العصور كلها ما جابتوش في كرة القدم. بس انا ضروري يبقى عندي الحتة دي. طب هل من مصلحة الكرة الدولية دلوقتي ان ماسي هو الاكساب الفاينال مش ان بابي. هل ده يحي كرة القدم الدولية. هل تكلم على كرة المنتخبات. يعني انا شايف اه. انا حاسس ان نفوذ ماسي بالبطولة دي هيدي بريق اكتر لكرة قدم المنتخبات. اللي هي بترجعت في السنين الاخيرة. ا انا شايف تكلم على ما بقاش فيه نجوم حتى زي زمان. اعتقد اعادة ماسي فوزه بالبطولة دي مع الارجنتين هييرجع شوية. هو هيفرمل كمان. من احساس الارجنتين في 86 مع ارماندو مع بيجو. اعتقد ان هو هيفرمل رقم رقم ده. رقم ده اللي جاي بعد كاس العالم اللي هو العقد اللي ممكن يروح بريال مدريد او اي نادي تاني او يجد فيه في باريسا جمان هيبقى رقم خطر على الكرة. انا بقول لحضرتك لو خد كاس عالم فعلا الرقم ده يكون خطر على مستقبل ك ننكس عالم. ننكس عالم. ونطالع بعد المشكلة بتاعتلال مدريد وطالع بعد كل ده. الله عالم هو واصل لكامل المتعرف عليه ان واحد وستاشر من مية مليون يورو اسبوعيا. انت بتتكلم فراتب تاني خالص ممكن ياخده فعلا لو خد كاس عالم. هيضر فعلا انا بتخالي ان دا احنا داخلين في لفل اضرار بكرة القدم. اضرار بشع لصالح الاندال. ممكن. كلنا عم بمحمد اللي هديك الانشان. انا اقعشان عايز ارجنتين تكسب الكاس. يعني بصفة ان انا مشجع لميسي بس النقطة انه هلند ومبابي فكرة الارقام بالذات مبابي. بالذات مبابي وبعد اللي حصل مع ريال مدريد السيزون الصف اللي فات. انا متخالي ان الكورة لازم تهدى شوية. الكورة لازم الارقام لازم فعلا تهدى شوية. علشان الفجوة هتتسع لدرجة. هتخالي الاندال الكلاسيكية لاريال مدريد بقى وبرشلونا ومانشستر رونايتد. الاندال هتبقى في خطر. لصالح عندها تاني تعرف تنفق ببزخ بدون اي تقايد بقواعد ملي. صحيح. اخر تقرير هيكون معنا تقرير مهم جدا عن المدربين اللي سطع نجمهم الحقيقة في كاس العالم. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع ناخد بقى كلمتين عن هؤلاء المدربين. طيب ده كان تقرير عن اهم المديرين الفنيين اللي موجودين في كاس العالم من رأيكم سريعا جدا من ياخد افضل مدير فني. بعد وليد الريكراكي. وليد الريكراكي. يعني بعدين وليد الريكراكي. برضو. لا وليد الريكراكي عمل بطولة يعني هو المدرب الوحيد في الاتنين وثلاثين منتخب. يعني لو طبعا استثناء هيرف رينار يعني ما عملش طفرة مع السعودية تخلنا نحط بس هو وليد الريكراكي. مدرب الوحيد اللي احدث تأثير واضح وفارق في منتخب بلاد. انا متخيل ده ما فيش. وهي العملية نسبية. انا بتفق مع احمد جدا. عملية نسبية. انت لو معك فرق كبيرة. انا بشوف بانجال برضو واحد من الم تأثير قوي جدا جدا. انتفق معك جدا. كوتش كبير طبعا. وعنده تاريخ. وفرقة هولندا ما فيهاش نجوم. الزبط. وصل بيها المرحلة كان ممكن جدا يبقى في سمي فاينال مكان في ارجنتين. لكن انا ما بشوفش ان ديشون بقى عمل حاجة جامدة. بيهدر طاقة المنتخب. يعني اسكلوني مدرب كويس وكل حاجة ولكن عايز اقول لك حاجة عمل شغل كويس. اكتر يعني انا من وجهة نظري اسكلوني افضل من ديشون على اللي احنا شفناه فنيا في الملعب. لا يعني انه هو مسلا غير غير لعب تلات خمسة اتنين مرة اربعة اربعة اتنين مرة. بس ايها حاجات تلاقي كل الموضوع كل الارجنتين عملا لميسي. فيه حاجة حلوة عملها اسكلوني. اسكلوني بعد خسارة من السعودية بدأ يغير العيبة لو تروا مارتينيز ما بقاش لعيب اساسي. بدأ يبقى انزو فرناندز ينزل بشكل اساسي. بعد الشوت الاول تحديدا جولين الفارز وانزو فرناندز. الاتنين دول نزلوا بعد الشوت الاول من ماتش المكسيك. يعني هو خسر من السعودية ولخبط شوية ضد المكسيك في الشوت الاول. بدأ بنقول الشوت التاني ضد المكسيك الارجنتين تمان بشكل تاني خالص. فاعتقد ان دي الحاجة الوحيدة اللي عملها سكلوني كويس. انه بدأ يحط الاسماء اللي ممكن. لا وهو عمل شيء مهمة برضو يا محمد انه ما دخلش يخلاف مع ميسي. ده اللي كان في الارجنتين مفتقدها يعني خور خيساب باولي في نفس الوقت ده من اربع سنين كان بيقولوا ميسي بيصرب ولا انا اللي بصرب ومين بيقول قط اللبس ومين كل الاشكالات الكبيرة ده ده خاطر رجنتين في دواء ما تدخلش تخاني الراجل ده خالص ولا تخلش تديله اكتر يعني ما تقعدش تقول في الاعلام مين يا جماعة يقدر يعارض ميسي ما تقولش كده انت بتصغر نفسك قدام مدرب فهو اسكلوني بيعمل ده وواصل للدنيا كلها ان ده منتخب ميسي بما فيهم اسكلوني يشغل عشان ميسي كل الناس دي شغل عشان ميسي وده في الليفل ده من التفارات مش شيء مؤذي. بس هيخلينا نقول في الحكم على اسكلوني انك مدرب محتاج كتير تثبيته لسه عشان نحطك في مصف المدربين الافضل. احنا دلوقتي في نسخة ممكن تكون الاولى في التاريخ اللي الاولى ان المدربين فيها فعلا مدرب المتوق بكاس العالم مدرب يحتاج لإثبات نفسه تاني. مدرب يحتاج لعالم. لا بس دي شامب لا. دي شامب كان عامل شغل كويس سنة. المرة الفاتة بس كان مدعوم بجيل خرافي. كله في شباب كله شباب يعني هم نتكلم في بافار يمين وفي هرنانديز او لوكاس اخوش مال وقال بيدفاع ناري وخط نص كاتي. هو يحسب دي شامب ان هو برغم الاصاب ومشاكل العنيفة. والمشاكل. ومشاكل. لسا عمل عمل بعض في الفرق بوجبة ومبابي. وكان لا لا. ولولوريس بيقول المنتخب مش فأفضل شيء وبينزيمة بتصاب قبل البطولة بيومين. ومكب قبل البطولة. زي ما تكون الاصابات صبت وصنح الفريق يعني هو الفريق استفاد من الاصابات. حتى جيرو النهاردة في ناس بيتتكلم على انه هل كريم بنزيمة اللي هو بيلعب في فرنسا كالها كان هيفيد امبابي ولا لا. تخيل. في ناس متخيل أن جيرو أد اداء افضل بالنسبة لامباب كون الشراكة المثالية مع ان بابا عموماً مباراة نهائية يوم الحد بعد المباراة إن شاء الله مين اللي هيكسب؟ أرجنتين قلبي أخدنا الأرجنتين هو ما يلي الأرجنتين أنا شايفها 50-50 صعب جداً التوقع وزي ما قلت من شوية ما بين فرقتين معهمش مدربين أنا ما زالت مصر على كده الفرقتين مدربين مش مستخدمين الأدوات اللي معاهم فرقة بتلعب بمسي واللعيبة بتلعب علشان بمسي أكتر ما بتلعب الأرجنتين الحكاية جميلة طبعاً إنه ميسي يفوز بكاس العالم حتى لو أنا مش بشجع الأرجنتين لكن فرنسا فريق براجماتي جداً وأعتقد إنه حظوظه مش قليلة خالص إنه هيكسب بطولة أنا أنا بشوف إن المباراة دي بالفعل 50-50 مباراة صعبة جداً 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 لأنه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى واحده 59-49 ميسي صح بس لقطة فردية لقطة فردية من ميسي ممكن تخطي كل التلاصم بعدين هو ميسي يتغلب المنديل اللي فات من كرواتيا وفرنسا بس فهو أدلوقتي كيسب كرواتيا وخلص الترب الزب 3-0-3-0 ممكن يكون ماتش فرنسا موعد تاني ميسي ياخد لبالك 90 كمية المفاراقات كمية المفاراقات اللي ممكن تدي الأرجنتين البطولة يعني أكبر من أنت يتم تجاهل لا ما هو في مفاراقات مشجع أرجنتين أقول لك مفارقة أقول لك مفارقة في 90 مين اللي وصل مباراة النهائية؟ ألمانيا والأرجنتين الأرجنتين خسر من مين أول البطولة؟ من الكاميرو من الكاميرو واحد سفر أه فرنسوا أومانبيك ساعتها اللي جامل أومانبيك ولا موبومة؟ أومانبيك موبومة لعب 2000 سنة 2000 لكن 90 كان سنة أومانبيك كندا أخر مرة يوصل لفها كاس عالم كان 86 تاني مرة في 2022 86 خلت لأرجنتين المغرب ما وصلتش دور تاني في كاس عالم إطلاقا مجر 86 السنة دي وصلت لتاني مرة وده أرجنتين لا بس ما وصلتش دور تاني وصلت دور تاني لا 86 وصلت دور تاني خاصة بالمرة هاردة وصلت دور قبل لا 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 دور الأول مطلقة لم تمر من الدور الأول غير في 86 مثلا أستراليا ما سعادتش دور تاني في تاريخ مشاركتها غير في 2006 غير في 2006 واللي فاز عليها البطل إيطاليا الأرجنتينية اللي فازت عليها في دوره 16 دياتي أنها نهاية العالم بالنسبال لو فرنسا كسب هو عموما لا فيش غير فرقتين بس كسب وكسل على مراتين واربعات الإيطاليا 34 38 وده بعيد جدا والبرزيل مع بلي 8 واربو 62 بلي اللي هو بابي لو عملها المراتي هي بشافة بلي جدا صح بشافة بلي بخلص بشافة بلي جدا عموما هننتظر المباراة يوم الجمعة القادم أو يوم الحد القادم أنا أسف في مباراة صعبة جدا 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 صعب التكاهم بيها صعب كل حاجة فيها هنتشوف إلا هيحصل فيها زي المبارا بشكرك جدا أحمد على المراتي أنا أتمنى لك الأرجنتين تكسب يا رب طيب وأنت كمان أم حبدا أتمنى لك الأرجنتين برضو شكرا يا كابتن إسلام أنا معالف مين مش فرقة معالف حي المغرب بجد طبعا المغرب يستحق كل التحية وكل التقدير أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الحد القادم بعد نهاية كأس العالم إن شاء الله نتكلم بقى كلام مهم جدا عن نهاية كأس العالم فيه نسخته الأفضل حتى الآن نشوف حضراتكم على خير وحلقات جديدة من البيت الكريس